الواحد في بعض الاحيان ما بيصدقش انه النقطة ممكن تتحول الى حقيقة او الهزار اللي بيهزره ممكن بسرعة كده يتحول الى واقع عيشينه فاكرين حضراتكم بارح وانا بكلمكم عن جهاز الرقابة الادارية والضبطية الجديدة اللي عملها على احد الفاسدين اللي كان اعتقد مأمور درايفي مطروح واللي اتمسك برشوة قد رأى 16 الف جنيه ومقابل تسهيل اراضي ومش عارف ايه وكذا وانا وقتها هزرت مع حضراتكم وقلتلكم انا بنصح جهاز التعباية العامة والاحصى زي معامل ساعة سكانية كبيرة في شرع صلاح سالم جهاز التعباية العامة والاحصى عامل كده ساعة سكانية في شرع صلاح سالم بيقول دلوقتي بقى في مولود كذا كذا انا كمان انصح جهاز الرقابة الادارية انه ناحية تانية في صلاح سالم عند عمرات العبور كده اعملوا ساعة بالسكانية ساعة فاسدين ساعة الفاسدين لأن عندنا كل ثانية كل ثلاث ثواني زي كل مولود كدنا كل أربع ثواني كل ثلاث ثواني فاسد بيقع وأنا كنت بقولها على سبيل الدعابة بس الحقيقة طرح أنها مش دعابة بجد مفيش نص ساعة ساعة إلا وخبر جديد من الرقابة الإدارية بضبط فاسد جديد أو عشان نبقى مدققين في الكلام ضبط متهم جديد بالفساد عشان يبقى كلامنا قانوني مية في المية لحد ما المحكمة تقول فاسد إحنا لازم نقول أنه متهم بالفساد